الاجتماع تطرق أيضا إلى الجوانب التحضيرية للقمة القادمة بالجزائر حيث أحاط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الوزراء العرب بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الجزائر والمقابلة التي حضي بها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من جانبه أطلع العمام رانو ضراءه والعرب على ترتبات القمة والمبادرات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال منوها بمستوى التنسيق القائم بين الجزائر والأمنة العامة لجامعة الدول العربية لإنجاح هذا الموعد الهام الوزراء المشاركون أشادوا بجهود الجزائر ومساعيها الرامية إلى ضمان التحضير الأمثل وتشجيع التوافق حول مخرجات نوعية تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية وتضع الأسس الضرورية لتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك